نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعراضاً بيانياً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعية لمجلس الوزراء شملت القرارات مشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة ضمن المائة مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فضلاً عن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار وأبرز هذا الاستعراض البياني الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع